أعطيكم العافية اليوم راح أبدأ أشرح كيفية إدخال الأسئلة بنماذج غير الملتبل تشويس يعني ممكن من نوع ماتشنك أو من نوع السي فبالتالي اليوم راح أروح على هذه المادة اللي هي شبكات الاتصالات المتقدمة دائماً بنروح على الـ ITC طبعاً بندخل الـ username والـ password تبعات الإيميل ولكن أنا كنت داخل على الـ ITC من قبل طبعاً أنا بروح على هذه المادة اللي هي الـ Special Topics أوكي هي أنا رحت عليها لما أروح على مادة الـ Special Topics باجي على كلمة مور على العجل هذا مهم العجل دائماً باجي على كلمة مور لما أاجي على كلمة مور بكبس كلمة كوستشنز هيات أنا كبسة كلمة كوستشنز بدي أدخل سؤال جديد فبالتالي create a new question هاد لا في عندي عدة أنواع من هذه الأسئلة من الأنواع اللي دخلناها لحنا الـ Multiple choice ولكن اليوم أنا بدي أحكي عن الـ essay question فأنا بكتب essay question وبحط كلمة add طبعاً هين النظام نفسه ما بيصلحه هذا النوع من الأسئلة لأنه فيه كتاب الطالب طبعاً أول إشيء question name نحط مثلاً question رقم واحد طبعاً question text هنا بتكتب اللي هو شو السؤال اللي تحطه what is مثلاً the result خمسة زائد خمسة هاي السؤال اللي أنا حطيته طبعاً بنخلي الطالب هنا هل هو بديك feedback ما بناش feedback نحطها كيف بديك الطالب يدخل الجواب بتاعه لأنه هاد السيء question هل بدك تخليه يعمل attachment لفايل ولا بدك تخليه يكتب في text احنا في هنا اه طريقة الجوابية اما بتخلي html editor يعني بيفتح له books زي هذا البوكس بكتب فيه زي هذا البوكس او انت بتخلي لا يعني مثلاً هو اه no online text يعني ما تخلهوش تكتب online بتخليه يعمل attachment اه هنا بكلك اللاو attachment يعني انت بتخليه يعمل attachment ممكن تكله يس number of attachment واحد اثنين unlimited مثلاً one attachment يعني فبالتالي هنا في هذا لما يجاوب السؤال الطالب بيخدر يعمل attachment مثلاً لملف word وبقدر الاستاذ يعمل اللي هو correction على هذا الملف انا دائماً لما حط essay question بخليهم يكتبوا عن طريق html editor يعني بفتح لهم books يكتبوا فيه ولكن بخليهم مش يكتبوا خمستاشر lines بخليهم يكتبوا فقط لغير five lines بس بديش انا يسهموا في الكتاب بشكل كبير ولكن انت بتقدر انك تحدد لهم يكتبوا five lines six ten lines 15 line احنا هنا برضو سمحنا لهم attachment برضو انت بتقدر ما تسمح لهم attachment عن طريق نوع انا سمحت له attachment سمحت له يكتب وسمحت له attachment عادة نسمح واحدة فيهم فهنا شو نوع attachment اللي انت بتحطه دائماً انا بحط اللي هو كل الانواع او بدك مثلاً ملف html او بدك ملف مثلاً من نوع اللي هو مثلاً pdf او فيديو او مثلاً another file types هنا في عدد من انواع اللي احنا ممكن text xml يعني فيه شغلات كثيرة من الفايل طيبس طبعاً انا دائماً بخليه يكتب في اي ايعمل attachment لاي file types بحط طبعاً تيجي هسا نجمي اوكي بتيجي نجمي شو معنى نجمي معنى انك بتسمح له يعمل attachment مثلاً اكي على نوع من انواع الفايل فهنا بنحط save changes فصار هنا السؤال موجود فبقدر اعمل له فأنا باجي بعمل بشوف السؤال طبعاً هيات احنا السؤال وبسمح له يكتب خمس اسئلة زي ما احنا سمحنا له وبعدها بقدر يعمل الطالب بقدر يعمل من هنا يعمل من هنا بقدر يعمل ويبعث لك اياه وانت اتصححه. فبالتالي هذه هي الطريقة اللي احنا بنحط فيها هذه هي الطريقة اللي بنحط فيها طبعا الطريقة احنا بننضيف في عندي ايش بسميه الماتشنك طبعا الماتشنك مش توصيل زي ما احنا فاهمين ولكن اذا كان في عندك سؤال عليه فارعين ما بدي احطه في مختلفين فانا بحطه في الماتشنك هيات ماتشنك فباجي هيات باجي بكتب مثلا نص 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 اوكي اي نص بدكية وباجي هين بحط اللي هو طبعا هنا بحط السؤال الرئيسي طبعا كنت لكم الماتشنك مش معناها توصيل معناها انه في سؤال رئيسي وفي عليه مجموعة من الاسئلة الفرعية فبالتالي انا هاي السؤال الاول وبحط الانصر وهي السؤال الثاني وبحط الانصر هاي السؤال الثالث وبحط الانصر وهيك بكون انا عملت اللي هو هيك انا بكون عملت سؤال متعدد الاسئلة هيك انا بكون عملت سؤال متعدد الاسئلة هيك انا بكون عملت سؤال متعدد الاسئلة هين انا بكون عملت سؤال مشان حتى الاسئلة انت كان في عندي سؤال رئيسي وعليه مجموعة من الاسئلة انا بيعطيهم بطريقة مخربشة فهذا هو الماتشنك الماتشنك مش معناها انه انا بدي اوصل ولكن في سؤال رئيسي وعليه مجموعة من الاسئلة الفرعية يعطيكم ألف آفية وهدولا طريقتين لعمل الاسئلة غير الملطبيلت جويس